هذه أبرز العنوين مدرب باير ميونخ الألماني طوماس دوخيل يفاجأ النجم المغربي نصير مزروي بهذا القرار الغير متوقع داخل ماران الفريق وليد الرجراجي يفاجأ الجماهير المغربية ويقرر استبعاد ثلاثة لاعبين من لائحة المنتخب في مواجهة منتخب موريطانيا لهذا السبب صحيفة إيس الإسبانية إشبيريا لن يجدد للنجم المغربي يوسف أنصيري والأخير يتلقى عرض مغرية من كبير آسيا الدولية المغربي شادرياد أمام معطيات جديدة بسبب قرار فريقه برشلون الإسبانية فرض الألماني طمس تخيلة مدرب بير ميونخ الألماني لكرة القدم تدريبات إضافية على الدولية المغربي نصير مزروي في الحصة التدريبية الجماعية ليوم الاثنين لتجهيزه بشكل كامل لما تبقى من مباراية الموسم الجهري وأكد بير ميونخ الألماني أن الدولي المغربي نصير مزروي وكينجيسلي كومانا أجرى يحصة تدريبية إضافية اليوم الاثنين بعد عودة مال المرانة بينما حصل باقي لاعبي الفريق البفاري على إجازاء وكان النصير مزروي قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي على مستوى الفخد الأيسر خلال مباراة بير ميونخ وبوخوما ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدول الألماني لكرة القدم أبعدته عن العديد من المباريات الفريق النادي البفاريكا وتشدر الإشارة إلى أن الإصابة التي يعاني منها نصير مزروي دفعت وإيد الرجراجي إلى عدم المنادس عليه ضمن قائمة المنتخبة الوطنية المغربية لمواجهة أنغولا وموريطانيا الوديتين يستعد النخب الوطني وليد الرجراجي لمواجهة منتخب موريطانيا في المباراة الودية يوم غد الأحد وذلك بعد فوثي على منتخب أنغولا بهدف لصفر يوم الجمعة الماضي ومن المتوقع أن تشهد التشكيل الأساسي للمنتخبة الوطنية المغربية تغييرات طفيفة حيث من المرشح أن يقارر الرجراجي استبعاد ثلاثة لاعبين كأساسيين في المباراة القادمة أولا المغربي شادي ريادة الذي يتوقع أن يحل مكان عبد الكبير عبقار في خط الدفاع ثم أسام العزوزي والذي قد يحل مكان السفينة مربطة في خط الوسطة والمهاجم يوسف انصيري والذي سيحل مكان أيوب الكعبي في خط الهجوم حيث كان أيوب الكعبي قد لعب أساسيا في مباراة ضد أنغولا لكنه لم يستغل الفرص التي أتيحت له بشكل كبير ويدكر أن وليد الرجراجي مدربا المتخب المغربي قد صرح في مباراة أنغولا أنه لم يقم بالكثير من التغييرات على تشكيلته في مباراةه ضد موريطانيا وذلك بحثا عن الاستقرار للجأة التقني ومن أجل عدم إرباك لاعبي وخلق المزيد من التفاهم والتنغم فيما بينهما يبدو أن المقامة الدولية المغربي يوسف انصيري مع فريقه إشبري الإسباني لكرة القدم قد اقترب من نهايته بعد العديد من الأحداث التي تقرب المهاجم أسود الأطلس من مغادرة أصور النادي الأندلوسي وأفادت صحيفة إسال إسبانية في تقرير لها أن تجديد يوسف انصيري لعقده رفقة نديش بي الإسباني بات على المحك بعد الخلاف الأخير مع مدربه كيكي شانسيز فلوريس ورغبته العديد من الأندية في الفريق الخالجي أبرزها الهلال السعودي في ضم المهاجم المغربي في الميركاتل للانتقالات الصيفية المقبلة وشددت المصادر نفسها على أن غدارة إشبري تتجه للتخلي عن يوسف انصيري خصوصا وأن عقد الدولي المغربي سينتهي في صيف سنة 2025 وحسب المصادر نفسها فإن الفريق الأندلوسي إشبري ينتظر أيضا عرضا رسميا من نادي ميلان إيطالي أو إسهم يونيتد الإجليزي حيث يرغب الفريقين في ضم يوسف انصيري في الميركاتل الصيفي المقبل وتصدر الإشارة إلى أن يوسف انصيري كان قد رفض الصيف الماضي عرضا من نادي ويسهم مفضلا حينها البقاء مع ناديه إشبرياء أكد موقع سبور الإسبانية يوم السبت الماضي بأن اللاعبين ثمانية المعارنين من نادي برشانون لباقي الأندل الأخرى والذين ليس مستقبلهما واضحا على الإطلاق كما هو الحال بالنسبة لمدافع الدولي المغربي شدي رياضة الذي تألق بشكل كبير مع النادي الحالي ريال بيتسا الإسباني ويفكر الفريق الكتالوني في استعادته خلال الموسم القادم وأوضحت المصادر المذكورة أن الفريق بيتسا لديه خيار شراء عقد شادي رياضة مقابل مبلغ مالي محدد في 3.5 مليون يورو وأصبح إلزاميا بعد استفشاء اللاعبه للمباريات المطلوبة لكن نادي برشانون لديه خيار شراء بقيمة 7 ملايين يورو خلال عامين من الإعارة وهو عازم على تحقيق هذا الهتف وواصل اللاعب المنتخب الوطني المغربي إلى النادي الأندلوسي في صيف 2023 على سبيل إعارة من نادي برشانون مع أحقية شراء وقد لعب 22 مباراة حتى الآن ويحدى بتقدير كبير من مدربه مانويل بيلينغري وهو ما يجعل سبور تقول لقد تحقق الهتف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة